لم يخرج العراق من أزمة تفشي الحمى النزفية التي توفي بسببها قرابة 30 حالة وأكثر من 200 إصابة منذ مطلع العام الحالي حتى أصيب القطاع الصحي بحالة استنفار مع عودة مرض الكوليرا الذي صنف عالميا في الماضي على أنه وباء خطير السليمنية التي تتجرع تفشي الكوليرا فيها سجلت وفاة طفلين متأثرين بالإصابة بحسب إدارة صحة المحافظة كما أصيب 13 شخصا بالمرض بحسب وزارة الصحة إدارة مستشفى الأطفال في السليمنية كشفت عن إمكانيات محدودة للمستشفى لا تكفي لسد النقص الحاصل في الأدوية والأكسجين للمصابين بالكوليرا الكوليرا مرض خطير يدق نقوص الخطر في البلاد سيما أن بيئة الواقع الصحي مهيئة لتفش أوسع مع ارتفاع نسبة التلوث وانتشار الفيروسات للكوليرا مجددا في البلاد وعالية التعامل مع الحالات التي يتفوق به الأطفال أكثر من فئات عمرية أخرى بأعراض متعددة أغلبها الإسهال والقيء والغثيان ووفق منظمة الصحة العالمية فإن الكوليرا مرض شديد إلى أقصى حد ويمكن أن يتسبب في الإصابة بإسهال مائي حاد وهو يستغرق فترة تتراوح بيد 12 ساعة وخمسة أيام لكي تظهر أعراضه على الشخص عقب تناوله أطعمة ملوثة أو شربه مياها ملوثة وتصيب الكوليرا الأطفال والبلغين على حد سواء ويمكن أن تدي بحياتهم في غضون ساعات إن لم تعالج موسيقى